اسمع الحكاية واحفظ الآية والشاهد بس تقضي تتضلباتهم ويهنوها ويدوها كلام ناشف وأحيانا الموضوع يوصل للضرب فكانت مت بهدل قوي كانت بتشكل مين ملهاش حد غير أمها مريضة فكانت كل شوية تروح عند بيت أمها تشتكل أمها أمها مريضة مقعدة على السرير تقعد تسمع لها وتعيب معها والاتنين يبكوا وتروح والحالة تزداد سوق قعدت عشر سنين تشتكي لأمها وأمها تبكي معاها وبعدين في آخر العشر سنين أمها بتدت تبقى بتحتضر وبتموت قالت لها حتى أنت يا أمي اللي كنت باشتكيلك يعني هاتس بيني وتمشي فأمها نصحتها نصيحة قالت لها بصي البيت بتاعي موجود ابقيت عالي للبيت بتاعي وخشي في الحجرة بتاعتي وصلي الربنا وهو هي ريحك وفعلا مرت الأيام وتنيحت الأم والمعاملة تزداد سوق وبهدلوها رايحين جايين يبهدلوا فيها بقت كل أسبوع تخطف رجليها وتروح لبيت مامتها وتخش في قوضة مامتها وتتفحم في العيات وتقعد تصلي تصلي الربنا فلما رجعت لحظوا أنها يعني متغيرة شوية وشكلها أحسن وبهدلين يبتدوا يرقبوها فلاحظوا أنها كل أسبوع بتروح بيت مامتها تطلع تقعد شوية في قوضة مامتها وترجع فرحانة فطبعا لأنهم أشراروا بيفكروا في الشر ودايما اللي بيفكر في الشر يسقط الشر على غيره يعني واحد مثلا بيسرق شايف الناس كلها بتسرق واحد عايش في الخطية شايف الناس كلها في الخطية فلأنهم أشراروا أفكارهم شريرة دخلوا في مخ جزها أن مراتك دي بتخونك شوف بتروح بيت أمها بقى بتعمل ايه والحكاية كبروها في مخه فراح فعلا لبيت أمها هي بتروح كل أسبوع راح قبل المعاد واستخبى في الشقة وقال لما شوف هيحصل إيه فلاقها دخلت وقعدت تصلي وتبكي لربنا وتقول له يا رب أنا كنت بشتكي لأمي كنت شتقر تعمل لي حاجة لكن من سعب ما أنا بشتكي لك بخرج فرحانة وبخرج مرتاحة وحاسة أني رميت حملي عليك وحاسة أن أنت بتشيل معايا وأنا يا ربي بحب جوزي برغم من كل المعاملة الوحشة اللي هو بيبهد الهالي لكن أنا بحبه ياريت يا رب تغيره والناس دول يا ربي معلش يا رب سامحهم اللي بيغلطوا فيي أنا بس بارتاح لما بقعب معاك من فضلك يا رب ما تسبنيش وتبكي وجوزها قاعد سامع وبقى يبكي معها وغاية ما خلاص الصلاة رح لها وقال لها أنا سمعت كل حاجة سامحيني أنا بعتذرلك على الظن الغلط اللي احنا فكرنا بيك أنا نفسي أعوادك عن الأيام دي وفعلا تغير خالص وفي الليلة دي بالذات ما روحوش تاني عند بيت أهله قال لي احنا نبايت هنا عند بيت ماما ورجعت حياتهم لربنا وسمعت كده في ودنها صوت بيقول لها بقالك عشر سنين بتشتكي لأمك وتبكي معاك وما تقدرش تعملك حاجة وشهر واحد بس ابتديت تروحي كم مرة تكلمي مع ربنا شوف الراحة والفرج اللي جالك علشان كده المسيح قال لنا آية مهمة قوي قال تعالوا إلي يا جميع المطعبين والسقيل الأحمال وأنا أرحكم تعالوا إلي يا جميع المطعبين والسقيل الأحمال وأنا أرحكم ممكن كلنا حفظين الآية بس مش باخدين بالنا من حتة كان فيها تعالوا إلي مش تعالوا لأي حد تاني غالبا لما بندق بنا الحال بيديق بنا الحال بنروح لحد تاني نشتكيله لكن احنا مفروض لما يديق بنا الحال بنروح شغل ربنا تعالوا إلي يعني مفروض ما تروحش لحد تاني تاني الآية تعالوا إلي يا جميع المطعبين والسقيل الأحمال وأنا أرحكم متى 11.28 تعالوا إلي يا جميع المطعبين والسقيل الأحمال وأنا أرحكم متى 11.28 شريف